السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعيني سعد الوقاتكم اهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة ومتل ما تعودتوا على وصفاتي الناشحة وخاصة بالمعمول اليوم رح ابهركم بوصفة اقتصادية وسهلة معمول الطحين بالزبدة وصفة ولا اسهل من هيك اقتصادية وسريعة وما في داعي نتركها بالبراد ولا اي شي ورح تنبهروا بالنتيجة نتيجة ولا اروع من هيك يلا مباشرة تابعوني لحتى نشوف انا وياكم الطريقة والمقادير وبتمنع منكم لا تبخلوا علي باللايك وبتعليقاتكم الحلوة لانه هذا الشي بيدعمني بيخليني استمر لحتى قدم لكم وصفات اكتر واكتر ويلا خلونا نروح مباشرة لمقادير وصفتنا الخطوة الاولى عندي هون علبتين من الزبدة وزن كل علبة 250 جرام اخط منن بس هاي القطعة لحتى اجن فيها عجينة التمر والباقي رحطهم بالمكرويف بديدوبهم شوي مو كتير هلا هون حطيت حبتين للبيض ملعقة صغيرة من المحلب ورح ضيف ملعقتين من حليب البودرة حليب البودرة كتير مهم لهيك وصفة لحتى تاخدوا طعمي طيبة ولون حلو وعجينتنا ما فيها اي سوائل هلا هون ضفت نسكوب من السكر البودرة فيكن تحطوا سكر خشن ولكن الا الافضل انكن تحطوا سكر البودرة لحتى يدوب معكن السكر بكل سهولة وتحصلوا على تراويب المعمول هلا هون بديدد الحرك كتير منيح لحتى هون يختلط المكونات عندي ويدوب السكر تماما وبعد ما اوصل لهذا القوام شايفين طريقة كتير سهلة وهلا بديضيف الزبدة شوفوا كيف دوبت الزبدة ما دوبتها على الاخر ولكن خليتها طرية لحتى تساعدني بعجن الطحين هون بحصل على شوي مواد سائلة اكتر وبهي الطريقة العجين عندي بيصير سهل كتير اني اعجل مثل ما قتلكون لانه عجينتي ما فيها سوائل وهلا هون بعد ما نزلت الزبدة بحرك المكونات كلها يأتون مع بعضهم بهذا الشكل شوفوا القوام اللي حصلت عليه قوام طري ما له سايح ابدا ولا له جامد هيك لازم يكون القوام عندي وهلا صار فيني نزل الطحين بالنسبة للطحين انا استخدمت طحين متعدد لاستخدامات استخدموا نوع طحين يكون جيد لحتى ما يصير عندكن اي مشاكل بالعجن بالنسبة لوزن الطحين انا عندي هون سبعمية وخمسين جرام من الطحين رح حط كل الكمية انا رح اييركنها بالاكواب عشان تعرفوه ولكن انتو وقت لابدكن تستخدموا الاكواب لازم تستخدموا كوب المقاس يا اما الميزان يا اما كوب المقاس لحتى تطلع عندكن المقادير مزبوطة شوفوا انا هلا حطيت كل الاكواب ولكن تركت النص للاخير لحتى اشوف اذا كان عندي قوام العجين بيحتاج كمان طحين بحط اذا ما بحتاج فما بحط الطحين لحتى ما تطلع عندي العجينة ناشفة وتتشأشق معي شوفوا قديت حطيت بيكم بودر ملعقة صغيرة نصة يعني ما تكترو ابدا بيكم بودر هلا هون بدي متل ما اكم لاحظين بايدي بهذا الشكل بدي اجن الزبدة مع الطحين وبشوف القوام كيف رح يصير وما رح انا اتخطى العجينة رح خليكم تشوفوا معي كيف رح يصير القوام لحتى تشوفوا كيف عملهم العجين حابة احكي لكم ملاحظة كتير مهمة انا نزلت كتير اصفات من المعمول والمعجنات والحمدلله كله الناجحين ولكن في من الصبايا عم يخربتوا بالعيارات لا تغيروا ابدا بالعيارات وزا حصيتوا قوام العجينة عندكن اختلفت صار عندكن غلط والمعمول بس تخربتوا بالعيارات خلص يعني ما عد فيه مجال انكم تصلحوا التصريح بيصير كتير صعب مشان هيك من الاساس انتبهوا لقصة القوام كيف طلع القوام بايدي كيف انتو شايفين عب تطلع معي العجينة وبهاي الفترة انتو بتصيروا بتعرفوا انه انتو هم هشين صح مجرد حسيت القوام ما لم اضبط اه ضبطوا الوضع قبل ما اه تقيموا العجينة وبس حطيتوها بس انفرضا العجينة بدها براد وبترجع وبطالعوها بترجع العجينة للصفر يعني ما عد فيه كون تصلحوا فيها شيء ابدا اه حتى لو صلحتوا ما رح تحصلوا على النتيجة المطلوبة فبالاساس انتبهوا للقوام اللي طلع معكن كيف لازم تكون العجينة كيف لازم تكون السوائل كيف طلع معي القوام بالاخير هدول الشغلات كتير مهمة واساسية من الاساس يعني بس عجينة انت اكسرت طرية انت هون صار عندك غلط فانتبهي لهذا الموضوع من الاول وصلحي الموضوع قبل ما تحطي العجينة ببرات وتعدي تستنوها هون رح يختلف عندكم كل المقادير لانه كتير عا بتجيني اسئلة بهذا الخصوص انه طلعت معي العجينة طرية وخلص العجينة انا ما حطيت لها خميرة فهي ما بدا خميرة والعجينة اللي حطيت لها خميرة اكيد رح تحتاج للخميرة واكيد ذكرتها بالفيديو هلا هون شوفوا القوام اللي وصلت له شايفين ملمس العجين قديشه طري وناعم هلا هون صارت عجينتي جاهزة ما في داعي ابدا لاحطها بالبرات ولا اي شيء مباشرة رح بلش بالشغل هلا بننجهز التمر انا رح اعمل كيلو من عجينة التمر حتى لو زاد عندي عادي خبيهم بالفريزر ما بيأثر نهائيا بالبداية رح اعمل كيلو وبشوف قديش رح هتاج هلا انا هون كاندي كيلو من عجينة التمر ضفت لها ملاقة كبيرة من الارفة وملاقة لها ملاقتين من ماء الزهر وضفت تقريبا 3-4 ملايق من الزيت النباتي والزبدة يلي حطيتها على جلب وهلا بعجن عجينة التمر كله يطل مع بعضهم لحتى يغطلتوا كتير منيح مع بعض وهيك بتصير عندي العجينة جاهزة للشغل وهلا شوفوش كيف صارت عندي ملمس العجينة هلا هيك بتصير عجينة التمر مثل الراحة بقلب المعمول طرية كتير ودايبة دوبان وهلا بعد ما خلصنا هالمرحلة رح فرجيكم كمان كيف بدي زين قطعة المعمول وانتو طبعا فيكن تتركون سادة فيكن تزينون مثلي هلا انا هون حاطة شوية من الفستو الحلب المطحون وحاطة حبة بركة وسمسم حطيت قطعة التمر بقلب قطعة العجين حطيت شوية فستو حلب لا تضغطوا كتير على القلب لحتى يطلع معاكم بسهولة لانه زي ضغطوا كتير على القلب فرح يطلع معاكم مقطع اذا حسيتوا انو القطعة بتلزق بالقلب فحطوا شوية رشة صغيرة من الطحين وبعدين كبسوا هيك شوفوا قديش هيك عم بكبس على مهلي لحتى تطلع معاي القطعة بكل سهولة وحبات هيك حطيت قليهم شوية حبة بركة وفستو حلب يعني هو للشكل وطعمتهم كتير بتطلع طيبة هلا هون بعد ما بخلص الكمية بالكامل مجهز الفرن على درجة حرارة 180 شغال من فوق ومن تحت شايفين هذا هو شكل المعمول كتير شكلهم طلع حلو حسب القلب المتوفر عندكم وهاي هي الكمية بالكامل بعد ما خلصتها طلعوا صينية ونصف تقريبا من هاي الصينية كمية 3-4 كيلو وطحين انتوا زي بتكون تعملوا كمية وطحين اكتر من هيك فيكن لضعف والكمية وهلا بدي حط الصينية بالفرن رح تاخد معي تقريبا كالعادية من 15-20 دقيقة لا تعلو الفرن كتير لحتى ما تشأشع معكم حتى لو تشأشقت شوي هذا معمول كتير كتير طري فمشان هيك يعني حلو شكله هيك شوي فيه تشققات ما بيأثر نهائيا لانه هو مثل البتيفور وهي هي النتيجة بعد ما طلعتها من الفرن كعك ولا اروع من هيك رح تنصدمه عن جد من الدوابان عن جد دايب دوابان الكعك مثل الغريبة تقريبا يعني رح تعتبروها غريبة محشية كتير كتير هاي العجينة ناشحة وبالدوب دوابان وشوفو لي هلا هاي القطعة كيف مجرد ما حطيت اصبعت عليها دابت عن جد وصفة ولا اروع من هيك وسهلة كتير جربوها ان شاء الله رح تعجبكم شكرا كتير لقلكم لمتابعتكم وبالعافية عليكم وان شاء الله كل عام وانتو بألف خير موسيقى